تعد أنظمة وقوانين الأمن السبراني المعمول بها في مملكة البحرين من الأنظمة المتقدمة حيث تعمل المملكة جاهدة على تعزيز المعايير التي تسهم في الارتقاء بمنظومة الأمن السبراني لما يتوافق مع التطورات التكنولوجية نعم تتمتع المملكة بإطار وطني واضح المعالم للأمن السبراني تحكمه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتمويل والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الأمن السبراني هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبنى التحتية للشبكات المتصلة بالإنترنت من الهجمات الرقمية التي تهدف للوصول إلى المعلومات الحساسة لذا فقد أدركت مملكة البحرين أهمية مواكبة هذه التطورات لما لها من آثار تنعكس على تنمية المجتمع مع الإلمام الكافي بوجوب إرساء دعائم القواعد الصلبة لهذه التقنيات ووضع أسس متينة للبنى التحتية السبرانية متمثلة بذلك في إنشاء المركز الوطني للأمن السبراني لتوفير سبل الحماية اللازمة لجميع المؤسسات والقطاعات الحكومية وحماية البنى التحتية لتقنية المعلومات والأصول المعلوماتية على المستوى الوطني لا سيما مؤسسات القطاعات الحيوية التي تمثل الركائز الأساسية لضمان استمرار تقديم المصالح والخدمات الجوهرية للمجتمع اليوم أصبح المركز الوطني للأمن السبراني الجهة المعنية بمملكة البحرين لتوفير فضاء إلكتروني آمن عن طريق وضع معايير الحوكم الفاعلة لتنفيذها وتوفير وسائل الدفاع والمراقبة والاستجابة للهجمات الإلكترونية فضلا عن نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السبراني الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والوعي بالأمن السبراني في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر